ترجمة نانسي قنقر إلى ضرورة قيام الحكومة التركية بفتح تحقيق ومحاسبة حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية ووضع حد للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات القائمة منذ فترة طويلة تقرير المنظمة شمل حوادث القتل والتعذيب الأخيرة التي وقعت بتاريخ الحادي عشر من آذار الفائت وكان ضحيتها ثمانية سوريين تم ضربهم وتعذيبهم من قبل حرس الحدود التركي أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا ما أدى إلى وفاة شخصين أثناء احتجازهما بينما أصيب الآخرون إصابات خطيرة وسائل إعلام تركية ذكرت أن مكتب المدعي العام في مدينة الرحانية جنوب تركيا فتح تحقيقا حول الاعتداء وأوقفت السلطات ثلاثة ضباط ملازمان وملازم أول في حين أفرجت عن ثلاثة عناصر آخرين أدلوا بشهاداتهم المنظمة أكد تكرار عمليات القتل على الحدود السورية في الثالث عشر من أذار عندما أطلق عنصر من حرس الحدود النار على رجل سوري بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود دون التوصل لأي مستجدات مدير أوروبا وأسيا الوسطى في هيو من رايتس وواتش هيو ويليامسون أشار إلى أن عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولين عن مراقبة الحدود يعتدون روتينيا على السوريين ويطلقون النار عشوائيا عليهم على طول الحدود السورية التركية ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة رغم أن عمليات القتل التعسفي تطارد السوريين في كل مكان وهي جزء من نمط وحشي تنتهجه ميليشيا أسد منذ سنوات الحرب الأولى لكن أكثر ما يحز بنفوس السوريين هو أن هذا النهج ينتقل إلى حرس الحدود التركي حيث كانوا يعتقدون أنهم الأكثر أمانا ورحمة فهل ستتخذ الحكومة إجراءات جدية لوقف تلك الانتهاكات؟